بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين أما بعد فمن أفضل ما يقدمه أهل المريض وأصحابه وجلانه له التبرع بالدم له إذا احتاج إليه عند إجراء عملية جراحية أو لإسعافه وتعويضه عما نزف منه فهذا من أعظم القربات وأفضل الصدقات لأن إعطاء الدم في هذه الأحوال هو بمثابة إنقاذ الحياة وقد قرر القرآن الكريم في معرض بيان قيمة النفس الإنسانية قال الله تعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وإذا كان للصدقة بالمال لها منزلتها في الدين ولها توابها عند الله حتى إن الله تعالى يتقبلها بيمينه ويضاعفها أضعافا كثيرة إلى سبع مائة ضعف فإن الصدقة بالدم منزلتها وتوابها أعلى وأعظم أجرا عند الله تعالى لأن الدم سبب الحياة والإنسان أغلى من المال وكأن المتبرع بالدم يجود بجزء من كيانه المادي لأخيه حب وإيطاره ويزيد من قيمة هذا العمل الصالح أن يغيث به ملهوفا ويفرج به كربة مكروب وهذه مزية أخرى تجعل له مزيدا من الأجر عند الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله والله يحب إغاثة اللهفان أخرجه أبو يعلى في مسنده وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة بل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إغاثة الحيوان المحتاج إلى الطعام والشراب له عظيم الأجر عند الله تعالى كما في حديث الرجل الذي سقى كلبا وجده يلحث ويأكل الطراء من شدة العطاش فملأ خلفه ماء من البئر وأمسكه بفيه وسقاه حتى ارتوى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكر الله له وغفر له قال الصحابة رضوان الله عليه وإن لنا في البهائم أجرى فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجرون متفق عليه ويبدو أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يظنون أن الإحسان إلى هذه المخلوقات لا يقابله أزر عند الله تعالى وأن الدين لا يهتم بهم فبيّن لهم الرسول الكريم أن الإحسان إلى أي كائن حي فيه أزر ولو كان حيوانا أو كلبا فما بالك بالإنسان وما بالك بالإنسان المؤمن والصدقة بالدم لها ثوابها العظيم بصفة عامة لكن صدقة القريب على قريبه مضاعفة بصفة خاصة لما فيها من توثيق روابط القربة وتأكيد الصلة بين الأرحام وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم تنتال صدقة وصلة ويتضاعف كذلك الأزر إذا لم تكن العلاقة على ما يرمو بين الأقارب بأن نزغ الشيطان بينهم وأوقد بينهم نار الخصومة والقاطعة فإذا انتصر أحدهم على نفسه وسيطانه وتخطى هذه الفجوة المذمومة عند الله وعند الناس وأعطى لقريبه المحتاج من ماله أو تبرع له من دمه فإن هذا يعدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الصدقات بالنسبة للمتصدق عليه وفي هذا يقول أفضل الصدقات على ذي الرحم الكاشيح يعني بذي الرحم الكاشيح الذي يضمر العداوة في كشحه وليس صافيا ولا وادا لقريبه والله أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته